إلى مستجدات كورونا حيث أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وبا كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية حيث تم تسجيل حالة وفاة و 13 حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيل حالة شفاة وتعافي وقالت اللجنة إن محافظة شبوى سجلت حالة وفاة وحالة تعافي واحدة لتصل بذلك عدد حالات الوفاة في شبوى إلى 31 حالات وفاة من إجمال 121 حالة مسجلة في المحافظة بينما بلغت حالات التعافي 74 حالة تعافي وشفاة وأضافت اللجنة أن محافظة حضر موت سجلت 13 حالة إصابة جديدة وحالة تعافي واحدة ليرتفع بذلك عدد الحالات في حضر موت إلى 625 حالة منها 188 حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي 247 حالة تعافي وبهذا يصل إجمالي الحالات التراكمية المؤكدة المصابة بفايروس كورونا في بلادنا إلى 1619 حالة مسجلة بينها 447 حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي 714 حالة تعافي حتى الآن هذا وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وبا كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في مناطق سيطرة الميليشيات الحثية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية أما عالميا فقد تقاوزت حالات الإصابة بفايروس كورونا 14 مليون وتسعمائة ألف حالة منها ما يزيد عن 615 ألف حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي أكثر من 8 ملايين وتسعمائة ألف حالة تعافي وشفاة ترجمة نانسي قنقر